طلابنا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في مادة علم المواد 2 محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في هذه الجزئية اللي هي شبط جزء الرابع من شبط الرقم 1 هنتكلم عن الوصف العام لشبط الرقم 7 اللي هو النان فرس ألويز أو السباق غير الخديدية وشبط الرقم 8 اللي اسمه الفرس ألويز والهيتريتمنت أوفستيل أي السباق الحديدية والمعالجات الحرارية بالصل شبط رقم 7 في الحقيقة هتلاقيه بيتولى جميع أنواع أو العديد من المواد غير الحديدية زي سباق الألمنيوم زي سباق الماغنيسيوم والبريليوم زي سباق الكبر زي النيكل زي الكوبال زي التيتانيوم وما شبه كل هذه السباق ستتولى أو سنتولاها بالوصف والتحليل إيه هي البروبرس بتاعتها إيه هي الابليكيشن بتاعتها تمام؟ وبعد كده هناخد عيلة من عائلات أو عائلتين في الحقيقة من عائلات النانفرس عيلة اسمها الريفراكتري متالك ماتيريال أي المواد الحرارية المعدنية وعيلة تانية أخرى اسمها النوبل ميتلز أو البريشيس ميتلز أو البرايسيز ميتلز أي العناصر السمينة أو العناصر النبيلة اللي هي زي الفضة والدهب وما شابه برضو إحنا لو رجعنا المسمى اللي اسمنا مفرس نبص نلاقي ده كناية عن أهمية المواد الحرارية لأن من أهمية المواد الحرارية ما دون ذلك سميناه مواد غير حرارية في شفتر رقم 8 هنتولى المواد الحرارية أو السباك الحرارية والمعالجات الحرارية طيب أول حاجة عشان ناخدها بما أن احنا هندرس معالج حرارية في هذا الشفتر كان لازم نراجع أو ندرس يعني أيرن كاربون في زي جرام اللي هو المنحنى الحراري اللي بيبين التاريخ الحراري للأيرن مع الأيرن كاربايد عشان يبين للفيزيس المختلفة الرياكشنز المختلفة اللي داخله تمام؟ فين حدوده الصلب وفين حدود الكاستا أيرن بعد كده أنا أتولى عملية الكلاسيفيكيشن أو فرس ألويز أو تصنيفات المواد الحديدية لأن احنا في الحقيقة المواد الحديدية دي عبارة عن إمبراطورية كبيرة جدا لازم أصنفها عصر ممكن أصنفها تبقى ليه شكل المنتج ممكن أصنفها تبقى ليه الكاربون كونتيت أو نسبة الكربون ممكن أصنفها تبقى للعناصر التسابقية ممكن أصنفها تصنفات عديدة حتى تبقى للوظيفية قدر أصنفها زي ما نشوف بالدراسة بعد كده هشوف أنواع المعالجات الحرارية المختلفة لأن زي ما سبقنا في الكلام أو اتكلمنا قبل كده قلنا أن احنا هندرس الآية لأنه هيخدمني في حتتين حاجة اسمها السيمبل وحاجة اسمها الايزوسير السيمبل في الحقيقة هي المعالجات الحرارية البسيطة اللي كنا نعرفها حتى من بداية معرفتنا ليه الحديد أو المواد الحديدية وما شاء ما ليه عمل التسخين وتبريد الغالب بنبرد على مرحلة واحدة تمام؟ طيب زي مثلا الهاردنينج زي النورمالايزينج زي الأمنيلينج وما شابه أما الايزوسير من هي هي عبارة عن تبريد لغاية لما أخصل على فيز معين وأبدل مستمر عند هذا الفيز عند هذه الدرجة الحرارة وبعدين أبرد مرة تانية يعني كإني أبرد مرتين واحدة توصلني للفيز اللي أنا عاوزه واحدة لغاية لما كل الأستنايت اللي عندي يتحول للفيز اللي أنا عاوزه وبعد كده أبرد تبريد لما تنتهي هذه الأعمالي وآخر حاجة تطبيقات المواد الحددية أو تطبيقات الصلب في كافة مناحة الحياة زي ما نشوف بدراسها والتحديد تطبيقات المواد الحددية